الله أكبر وإذا قلئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم توحمون الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرحيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بغباده لخبير بصير ثم أعوذنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سامق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من ساور من ذنب ونؤلؤا ولباسهم فيها حريب وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنه الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضه لا يمسنا فيها نصر ولا يمسنا فيها نوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرقون فيها ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا نأمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات ولن إنه عليم لذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مأتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل غاريتم شركاءكم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروا لي ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أماتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل يعد الظالمون بحظهم بعضا إلا هذورا صدق الله العظيم